انطلقت فعليات التدريب البحري المشترك المصري سعودي مرجان 17 والذي تجري فعلياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ وعدة رمايات تكتيكية لقوات الخاصة البحرية لكل الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحي وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوي وتنفيذ تشكيلات إبحار ويهدف تدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكل البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين جانبين في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة وكذلك تدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة بما يسمى في رفع الكفاءة القطالية للقوات البحرية لكل البلدين الشقيقين